نعم بو يوسف خلنا نتكلم عن قانون جرائم تقنية المعلومات أو قانون الإعلام الإلكتروني هذا الغانون هل هو جاني أو مجني عليه شوف من باب الأنصف ومن باب العدالة أحمد لما اتكلم عن قانون جرائم تقنية المعلومات اللي يبينتقدني ويعتبرني أن أنا عراب قانون جرائم تقنية المعلومات طيب أنا عراب قانون المعاملات الإلكترونية القانون هذا أحمد ممهور بإسمي وتعبي وشقاي أنا مع مجموعة من الزملاء النواب ومن الإخواننا في الحكومة اليوم جائحة كورونا لو لقانون المعاملات الإلكترونية كان ما قدرنا نصل ما وصلنا إليه ونحل كثير من الأمور اليوم أنت بإمكانك باجتماع مسجل تحل كل هذه لأننا أعطينا حجية للدليل الإلكتروني حطينا توقيع إلكتروني حطينا ملف إلكتروني فمن باب الأنصاف نتكلم أيضا عن قانون الإعلان الإلكتروني صحيفة الدعوة الإلكترونية من باب الأنصاف يتكلمون عن الأول توقيع إلكتروني في تاريخ حكومات الكويت المتعاقبة وزارة العهد في عهد العبد لله إذن اللي ينصفني لازم ينصفني بهذا الميزان ينصف ما لي وما علي طيب هل مفاد ذلك أنه قانون جرائن تقنية المعلومات قانون أنا مذنفي بكل تأكيد لا لأن هناك 21 مادة أغلب المواد لا تتعلق في موضوع المغردين إنما تتكلم عن سرقة المعلومات والقرصنة الإلكترونية وهناك أكثر من 42 ألف هجمة إلكترونية تدخل على الكويت إحنا لما وضعنا هذا التشريع مع أخواننا في النيابة العامة ومع مجلس القضاء وأنا أزعم بأن النيابة العامة لا تضر المواطنين وأزعم بأن مجلس القضاء والقضاء لا يضر المواطنين إحنا نفكر كانت الهجمات 42 ألف يوميا بين إرهاب وبين قرصنة إلكترونية وبين دخول غير مشروع وبين سرقة معلومات وبين أمور لا أستطيع أن أذكرها على الهوى تتعلق بابتزاز فتيات وواواواواوا هذه الأمور وبيع مخدرات اليوم الجرائم المستحدثة أصبحت جرائم جديدة قانون الجزاء التغليدي ما يقدر يعالجها طيب شنو قصة قانون جرائم تقنية المعلومات قانون جرائم تقنية المعلومات كل جريمة يتم ارتكابها بواسطة الوسائط الإلكترونية تدخل في اختصاص مباحث الإلكترونية ونيابة الجرائم الإلكترونية فبالتالي المادة الواحد وعشرين مادة تكلمت عن الأمور والجرائم المستحدثة فيما عدا ذلك أحالت فإذا القضية قضية أم دولة تحيلها إلى أم دولة فإذا القضية فيها سب وقذ تحال إلى قانون الجزاء التغليدي إذا قانون مرئي ومسموع اقتصاص المرئي ومسموع الإعلام ولما جرى المطبوعات الصحف المطبوعة إذن القصة كلها إنها قاعدة تحيل أنا اليوم إحنا لما أني نفكر في قانون جرائم تغنية المعلومات ونقول إن زين أن هناك 42 ألف هجمة وبعدين أبتسر هذا المجهود كله على قصة المغردين أنا أعتقد أن ننظلم هذا القانون طيب أنا اليوم ما لي ذنب في عملية التطبيق أنا القانون لو كان في مثالب فالأجدر بمن كان يحمل شعار تغيير قانون جرائم تغنية المعلومات في انتخابات 2016 ونواب 2016 كان الأجدر قعدوا أربع سنين كاملين متكاملين كان الأجدر أنهم يغيرون إذا كان في مثالب وبالنهاية هذا قانون ما هو قرآن يتعدل يتلغي هذا شيء يخصك إذا أنت رأيت لكن المشكلة إذا كان المشكلة في التطبيق وأيضا النواب شافوا أن هناك سوء استعمال يا رجل أنت إذا كان في مخالفة مرورية ورجل الضبطية القضائية بإمكان أن ينحرف في استعمال سلطته أو جهة تحقيق تنحرف في استعمال سلطتها في الحبس الاحتياطي بطريقة أو بأخرى هذا مو ذنب القانون هذا ذنب من يتعامل ومن ينفذ القانون بطريقة تخالف تطبيقه أو تخالف تشريعه لذلك اليوم خلينا نفرق بين تنفيذ القانون تنفيذ قد يكون خطأ وبين القانون نفسه بس البعض يقول أنه فيه سجناء بسبب هذا القانون شوف هذا مصدر قضائي يؤكد بأنه لا سجين رأي في الكويت والمغردون جرائم أمن دولة المادة الرابعة من قانون أمن الدولة يريد تنحط المادة الرابعة تعريض البلاد لخطر قطع العلاقات مجرم والدستور كفى حرية التعبير وآية ذلك اليوم المادة الرابعة من قانون أمن الدولة هذه من أوائل الستينات اليوم اللي قاعد وأنا أعتقد أنه لو فيه نواب يستشعرون يعني النائب شون أنا أعدل تشريع لما تصير فيه ظاهرة في المجتمع أروح أفكر بأني أصدر تشريع معين أقلل من حدة وخطورة وتغليض هذه العقوبة أنا أعتقد أن المادة الرابعة هذه من أمن الدولة تحتاج ضبط وربط ليش؟ لأن تعريض البلاد لخطر قطع العلاقات مجرم أوكي بس اليوم أنا مجرد أنه أبدي رايي في إحدى الدول يعني شخص ينتمي لدولة شقيقة أو دولة صديقة واستفزني أنا كشاب ورديت عليه بطريقة أو بأخرى يعتبر مجرم أنا أعتقد هذه تحتاج إلى ضبط وربط وأنا أعتقد أنه بإذن الرحمن إن شاء الله مثل ما أنا اتهمت بقانون جرائم تقنية المعلومات أنا راح أتبنى تعديل المادة الرابعة من جرائم أمن الدولة لأن أنا عندي المكنة الفنية والقدرة الفنية على تعديل التشريع وأنا إذا وعت أو فيت نعم مو مثل بعض الناس اللي بعض المرشحين اللي يتكلموا لما يصل إلى قبة عبدالله السالم ما نفذ أي شيء من برنامج الانتخاب نعم